وفي ذات السياق قال سعادة السيد عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي خلال مداخلة هاتفية خلال نشرة سابقة إن تجديد الثقة برئيس البرلمان تأكيد على ما تحظى به الدبلوماسية البرلمانية البحرينية من تقدير تقدم في البداية بخالص شكر وعظيم التقدير لأعضاء البرلمان العربي على تجديد الثقة لي وحصول هذه النتيجة المشرفة بالنسبة له تأكيد على دعمهم للمرحلة القادمة طبعا هذا الفوز يأتي نتاج لدعم حضرة صاحب الجلال الملك حمد بن عيسى آل خليف المعظم ملك البلاد حفظ الله ورعاه وصاحب السموم الملكين أمير سلمان بن حمد آل خليفة وليل أهد رئيس مجلز الزراحة حفظ الله ورعاه لدعمهم للدبلوماسية البحرينية بلا شك الدبلوماسية البرلمانية البحرينية أصبحت الآن دبلوماسية متقدمة تحظى بتقدير المجتمع الدولي هذا كل ناتج من دعم حضرة صاحب الجلالة للدبلوماسية البحرينية بشكل عام خاصة الدبلوماسية البرلمانية فأنا أنتز هذه المناسبة لإهدي هذه الفوز لصاحب الجلال وأكد لبننا دائما نسير على خطه دائما نسير على نهجه دائما نسير على توجهاته نتشرف بأن نكون خير من يمثل مملكة البحرين